أهلا بحضراتكم الجديد ويمكن قبل الفصل كنا جبنا لحضراتكم لقطات من أرض الملعب وانتهت المباراة منذ لحظات بفوز طبعا النادي الأهلي على سبورتينج بـ 74-55 فرق 19 نقطة ويمكن أنا بس عايز أعلق سريعا عن المباراة الكوارتر الأول النادي الأهلي طلع خسران باسكت الكوارتر الثاني تعادل الكوارتر 3 والرابع فرق 18-19 نقطة فإذا الفرقة الكبيرة بيبقى قوتها في 3 والرابع يعني احنا كنا دايما بنعاني في كرة السلة الفترات طويلة ان احنا عندنا أزمة في الرابع وعندنا أزمة في التالت ولكن لما تلاقي ان انت الأول والتاني بتمشي كده وتيجي في تاته الرابع يبقى الفرق الكبير ده لا الحمد لله احنا عندنا سكوات كويس وعندنا يعني فرقة محترمة وعندنا جهاز فني على أعلى مستوى هنروح للسيدات السيدات نجحوا ان هم يتأهلوا لإنهاء دوري المرتبط عشان يلعبوا سبورتينج بعد ما استطاعنا هما يعدوا عقبة سموحة الحقيقة سموحة في الجولة الأولى خسرنا النادي الأهلي خسر مرتبط وكسب الفريق كبير بعد كده او يوم التاني فوزنا كبار وصغيرين وحصل التأهل يمكن اخر مباراة انتهت بفريق كبير اتنين وتسعين اربعة وستين للنادي الأهلي النادي الأهلي في حالك ويسلعي اللاعبات كلهم الحمد لله فيقين وهو ده دايما اللي احنا بنبقى لين منه ان انت توصل للنهائي مثلا وتكون مش فرمتك ولكن الحمد لله الفرقة كلها فرمتها يعني عايز اقول لكم انه المباراة اللي جاية هتبقى مع سبورتينج الفاينال طب سبورتينج اتقاهل ازاي اتقاهل بعد ما كسب الجزيرة وكانت المباراة اللي حضراتكم شايفينها دي في قبل النهائي كانت في صالة برج العرب بسكندرية دي اللي هيروحها الرجالي الاسبوع الجاي ان شاء الله في حالة التأهل بإذن الرحمن وتخطي عقبة سبورتينج بإذن الله هنلاقي الزمالك هناك قبل انها يكون مع الزمالك كبار وصغيرين والفاينال هيبقى غالبا مع الفائز من الاتحاد وجزيرة ان شاء الله بعد العودة دي او من برج العرب هتتلاقي بأكيد في القاهرة اشتركوا في القاهرة